سنقى مع أبل والتي تقدمت بدعوة هذه المرة دعوة قضائية ضد محلات تجارية كبرى في مصر السبب يقال أن محلات شهيرة بعضها وكيل معتمد لأبل ولكن تبيع أجهزتها المقلدة والبعض تستخدم فقط علامات الشركة التجارية أشارت شركة أبل مشاهدين بأنها تملك أعلى علامة تجارية ما جعلها حريصة منذ نجأتها على الاحترام والالتزام بكافة القوانين والمبادئ المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية حيث أنها تمتلك العلامة التجارية أبل وتمتلك العلامة التجارية المسجلة والشهيرة عالميا التفاحة المقدومة في غالبية دول العالم الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية وداخل جمهورية مصر العربية وبأنها منتجة مباشرة لكل هذه الجهود المبذولة في الحفاظ على جودة منتجاتها وأنها اكتسبت شهر عالمية واسعة نظرا للثقة التي تولدت بين المستهلك وبين المنتجات التي تحملها ما بعرف إذا أبل فتحت هذا الباب في الوطن العربي خاصة يعني كم القضايا اللي هترفعها لأنه أنا بعرف أنه في محلات اسمها أبل وحطين التفاحة وبيبيعوا سنتجات طعمية عرفتي يعني أعتقد أنه هتكون مشكلة جدا كبيرة السيطر عليها هو سره هو سره لو الشركات الكبيرة والعالمات التجارية الكبيرة في العالم بالكلها باختلافها معني لو تركز مع بعض بلدان العربية أكيد وأنه مع ناس أنت تقدم مع الأسف بدعوات قضائية ضد محلات صودويتشات ما عندهم حتى علاقة كيما قلت عندهم حتى علاقة بالتكنولوجيا يعني أنه تلقاها علامة تجارية كبيرة معروفة بتاع بعان شاشات وكذا ولكن هو أنه وتخيل لو لاعبين كرة القدم المشاهير رفعوا قضايا على محلات الحلاجين الرجالي ايه مثلا وعندك حاجة أخرى أيضا أنه محلات معينة معروفة زدها في العالم مختصة في المطاعم وكذا أيضا عندها أسامي هي نفسها ولكن هي إلى أكلات شعبية معناها في بلدان العربية حلوة يا راو كانت تعمل جولة على بلدان العربية تلقى عندك كم كبير من هالعالمات التجارية المعروفة والموجودة موفقين أبل أنهم يقاضوا رب يعيني مصلا فلوسهم يسر معناها في حالته كل حرام خليخ دمه بساكن بالضبط ويمكن إذا ربحوا الشيء من القاير يرجعوا لنا الشاحن يرجعوا لنا الشاحن راجعوا الشاحن يا أبل أصلا هم كلهم مشوا ليوا بلا شاحن ترى تقريبا كل الشركة أنا خايفة نشتري الكرتون بعد اليوم ترجمة نانسي قنقر